بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب عشرة الزوجين يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف شرعا وعرفا من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمط له حقه أي لا يؤخره ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا متفق عليه وفيه خيركم خيركم لأهله أخرجه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل وفي الحديث من كان لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل متفق عليه وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه وإن خاف نشوز امرأته أي معصيتها إياه فيما يجب عليها من حقوقه وظهرت منها قرائن معصيته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح وفي الحديث ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط لمرأة ولا خادما أخرجه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم متفق عليه وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان فما فعلا جاز عليهما والله أعلم فإن لم ترتدع طلقها طلقة واحدة في العدة ملاحظة قال تعالى فإن أطعنكم ورجعن إلى الصواب فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تذكرهن ما مضى وتقولوا فعلت كذا وكذا وأنا قلت كذا وكذا مما يبعث الأمور الماضية بل اتركوا كل ما مضى سؤال ما الحكم إذا خافت المرأة نشوز زوجها الجواب فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا أي يتصالحا بنفسيهما الحكمان يفعلان ما يشاءان فلهما أن يجمعا أو يفرقا وشروطهما الذكورة والقرابة وأن يكون عالمين بالشرع والحال وأن يريد الإصلاح فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر